كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلاً واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفير بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئاً من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولاً تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبياً يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكراً لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبداً اذهب يا سامر واصبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلاً أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولاً في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصاً في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيراً لعرفتم معدنه الحقيقي وقدت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحقل حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرض يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارق ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لتواسيه وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب شش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل؟ إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد ويوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن السبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يصط وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهى أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعارجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بات كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ظفائرها الذهبية نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم آتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عمل؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي ظفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما آلمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني مئة جلدة؟ لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئتي متأخرة؟ عفوا تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد تعرفين أن لكل شيء ثمنا وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ضفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ضفيرة من الشعري؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء واخذي بعضا من اللحم أيضا هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبدا بل دائما أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معا أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسنا فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذ ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة خشيت أن ترفد بيعي لشعري وما كنت أحتمل أن أراك جائعا أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الظفيرة الثانية انظري بنفسك الظفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيدا أين أنت؟ أين ذهب الظفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافا عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة أيها الرجل الطيب ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شوه منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيكي وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم أخبرتني أمي رحمه بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بعد وفاة أبي الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة التل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد أن نعبد إلهك هذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصدام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصدام هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إيذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجارة صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أي وعقل هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عني الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمن بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأثرياءهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق؟ نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي نعم وما هو؟ الله الله؟ نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذا أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي؟ نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين من الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرساها إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا يا عذاب أليم